زلك الإمام علي لما قالوا له الإنسان كيف يعرفه الإنسان أنه من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة أنا عايز مقياس كده تقول له عليه قال له مقاييس كل مؤمن مع ذاته هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن آخر؟ لا مقياس المؤمن في إيمانه مع ذاته طب إزاي؟ قال له إن دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من يأخذ منك شيئا واحد دخل لأنه يجيب لك هدية وواحد دخل عليك عشان حيأخذ منك معونه هذه اتنين فإن فرحت بمن أعطاك أكثر من فرحك بمن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا وإن فرحت بمن أخذ منك أكثر من من أعطاك فإن أنت من أهل الآخرة لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب فإن كنت محبا للآخرة تنبسط منه وإن كنت بتحب الدين تنبسط من اللي يديه لأنه ده حيزاوه إذا أنت بتحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعطاك نستعين شكرا